الرسائل اللي بتوصل مش بتوصل كلام بس الكلام بيبقى ترجمة لفعل ما موجود يعني مثلا لما أنت لما رئيس يتكلم على مثال حي على خط سرط سرط الجفراء لما قال الكلمتين دولي كان مدعم كم موضوع بقوة على الترجمة المرجودة على الأرض سواء مشروعات أو تفتيش حرب أو قواتها موجودة أو قوات أخذت أمر بالتحرق خلاص كلام مع فعل على الأرض الواقع هنا الكلام العالم بيترجمهم هنا برضو العالم بيترجم موضوع نحن كمان إزاي؟ هو بيقول لأن فيه مصطلحين الرئيس يستخدمهم حديث زي مصطلح قوة دولة الشاملة قوة دولة الشاملة الناس بترددونها الوقت وهي مش عارفة هي قوة دولة الشاملة لأنه ده بيتدرس وأكده بيتناصر فقوة دولة الشاملة أنا بره أو أي دولة بره بتبص عليك من خلال قوة دولة الشاملة بتاعتك شكلها إيه؟ فأنت هتروحي بها فين؟ فهنا في مصر أول مرة يحصل تقديد استراتيجي في حياتنا كمصريين لمدة 15 سنة هي الرؤية 20-30 أم بها الرئيس السيسي فالرؤية دي بتبقى مبنية على قوة دولة الشاملة فقوة دولة الشاملة هي عبارة عنه أول قدرة فيها الكتلة الحيوية وهو الموقع والسكان إزاي استغلوا اتنين القدرة عسكرية إزاي بنميها وعندين ثلاثة القدرة اقتصادية إزاي بنميها ودخلها في التنمية ولا وقفة برجع تاني بقى دي اسمها قوات دولة الصلبة اللي هي حاجات بتتعد بتتمسك بعد كده في قوة اسمها القوة النعمة قوة النعمة خمسة هنا درج عندنا في استخدام الثقافة أن هذه القوة النعمة لا ده فرع من فروع في القوات دولة النعمة خمسة السياسة الخارجية والسياسة الداخلية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والروح المعنوي خمس حاجات الثقافة وموجودة جوه السياسة الداخلية للدولة السياسة الداخلية للدولة عبارة عن إيه؟ اللي هي إحراك الشعبي جوه المجتمع المحزاب تعليم صحة نظام أمن القضاء كل دي سياسة داخلية كل ده جوه السياسة الداخلية السينما الرياضة كل ده جوه السياسة الداخلية فهو ما بيبص عليك من بره أنت عاملة في الثمان قوة دول إيه؟ إذا كنت بيتنميهم يبقى أنت بتحضر الحاجة يبقى قوتيك زايدة عما كنت موجودة أبدأ أحسبان قوتي بالنسبة لقوتيك شكلها إيه؟ يعني الجهات الدولية لهم مقاييس أو موازين مختلفة عن رؤيتنا احنا أو الكلام الدارجي اللي احنا من قولها قوة دولة الشاملة دي معادلة استخدمت في الحروب بعد كده ما عادش يهد سفك وتعالى لا عشان أخد قرر حرب لازم مر على التمن نقط دول التمن قوة دول أعدهم وقارب بينهم وبين عدو بتاعي في كل قدرة من دول هل أنا تفوقت عليه أو زيه أو أقل منه أعليجها إزاي لو أعايز حرب فإذا كنت بتعالج وبتحضر نفسك يبقى أنت جاهز صحيح النهاردة دولة زي إثيوبيا بتبص عليك من قوة دولة الشاملة وهذا الرئيس لما جاء زكر كلمة قوة دولة الشاملة لأن الناس في الميديا عندنا كانت بتحضر نفسها لحرب بكرة صحيح أو مبارح صحيح فكانت مستعجلة على الحرب لا الحرب مش كده ترجمة نانسي قنقر